موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أجمل أن نلتقي بكم في الحلقة السادسة عشرة من حلقات برنامج الإيمان والحياة وهي بعنوان الوقت في حياة الصائم فديننا الحنيف دعا إلى اهتماء الاهتمام بالوقت والحرص عليه وأقسم ربنا تبارك وتعالى بأجزاء من الوقت في كثير من مطالع سور القرآن فهناك قسم بالليل والنهار والضحى والفجر والليل والعصر وإذا أقسم الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته دل ذلك على أهميته ومكانته وفي السنة المطهرة ذكر لنا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث التي تدعو إلى اغتنام الأوقات والحرص عليها حينما قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وفي حديث آخر لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفي حديث جامع مانع رائع اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها فراغك قبل شغلك فما أحرانا وأجدرنا أن نحرص على أوقاتنا بشكل عام فما بالك إذا كان هذا الوقت يخص خير الشهور على الإطلاق وهو شهر رمضان الذي فيه ليلة خير من ألف شهر فلا يجوز بحال من الأحوال أن نضيع أوقاتنا فيما لا فائدة منه وفيما لا طائل تحته فقد علمنا سلفنا الصالح أن نحرص على الوقت فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما ندمت على شيء ندمي على شيء نقص فيه أجلي ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي وكان الحسن البصري يقول أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم وكان بعض السلف يقول من علامة المقت إضاعة الوقت وإذا نظرنا إلى شعائر ديننا نجدها مرتبط ارتباطا وثيقا بالوقت وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الأوقات بشكل عام في حياتنا فالصلاة لها وقت محدد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والزكاة لها وقت محدد وآتوا حقه يوم حصاده والحج له وقت محدد الحج أشهر معلومات والصوم له وقت محدد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فعلينا أن نعرف خصائص الوقت حتى نعرف كيف نتعامل مع أوقاتنا من خصائص الوقت أنه سريع الانقضاء يمر مر السحاب وإذا علمنا ذلك فعلينا أن نشمر عن سواعد الجد والاجتهاد حتى نقتنص خير الأوقات في خير الأعمال فهذا نوح عليه السلام سئل ذات يوم كيف وجدت الدنيا يا نوح قال وجدتها كدار لها بابان دخلت من الأول وخرجت من الثاني فهذا نوح الذي دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما رأى أن الوقت سريع الانقضاء ومن خصائصه أيضا ما مضى منه لا يعوض فحذار حذار من تضيع الوقت فيما لا نفع فيه ولا فائدة منه ما مضى منه لا يعوض فعلينا أن نستغل أوقاتنا بالنافع المفيد ومن الأمور ومن الأوقات التي يحب فيها الإنسان أن يعود إلى الدنيا لكي يعمل وقت غرغرة حين النزاع الأخير فهذا الوقت لا تقبل فيه التوبة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أمنية الإنسان الذي يريد أن يرجع ولكن لا مجال للرجوع يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفكوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولكن الجواب يأتيه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فلابد لنا ونحن نصوم في هذا الشهر العظيم أن نحرص على أوقاتنا جعل الله أوقاتنا أوقاتا حميدة طيبة نافعة إنه سميع قريب مجيب بوركتم وسددت خطاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة